هذه كلها ستكون منتجات من شركة شارجي أو شارجيك سابقاً جربت البطارية الكبيرة لستور مالتهم ممتازة لحظة خلوزز زايا ممتازة بعدين السلم هنبعد ممتازة بعدين الجرافتي كابسل التيبر كميزة هنبعد جداً ممتازة غير إنها البطارية بعدين جربت الفلو وكانت للأمانة دقة ما مراها لا فود ولا زود واليوم عندي منتج جديد منهم يعطيكم الصحة والعافية معكم أحمد بعريكي بداية الفيديو أيكيد لا تنسون أهلا من دعاكم الصالحة أصلا الله يثبتتم وينصرهم وفق عقهم ويرحم شهدائهم اللهم آمين أقل لشي نقدر نسأولهم وإننا ندعي لهم ولا تبخل عليهم من دعاك الصالح هذا يوم محفظين السلامة راح يكون الشارقي في لو مني بساعة 5000 ميلي أمبير راح تقدر انك تتركب على طول على التريفون ويدعم لك الآيو اس وأندرويد معنى الآن صاروا أثناناتهم تايب سي لكن هناك ناس اللي عندها الجهزة القديمة علشان تقدر انك انت تركبهم ويشحنون فستريت فورورد على قولتهم المفروض ما فيه أي نوع من الحركات الإضافية لكن لغة التصميم ماتة هي للمفروض تميزة يا سلام وفعلا كعادة شركة شارقي شوف الشكل يا سلام فالحلو في الموضوع ان انت عندك تايب سي منه فيه شد بلاداء علشان تقدر تركب على طول بالتريفون بس هم بعد راح يكون عندك هني كابل يو اس بي تايب سي بس شلون يتبطل لان الفكرة من وراه ان انت تركبه على الجهاز بهذا شكل وعلى طول يبلش انه هو يشحن معاك بس كون ان فيه يو اس بي اضافة هني معناته يابونك تشحن جهازين بنفس الوقت شلون يتبطل اوكي خنبطل البتيب لان اخاف اكسره صراحة اعرضوا اكسره لكم محطين لنا لا 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 شعرقي نزين داخل العلبة هذا الادابتر مال ايوه كا حق التايب سي علشان مع اللايتنينج حق اللي عندهم مثلا شواحن لايتنينج لان انت راح شنو تقدر انك تشيل هذا الراس وتركب الراس مال اللايتنينج عشان تشحن حق الايفون او تخليه على التايب سي كون الحين حتى الايفون 15 راح يكون فيه تايب سي اوكي كا سواله بوش ايوه وطلع الواير وياك فالحين تقدر انك انت تركبك هذا الـ Google Pixel 8 بلش انه هو يشحن ممتاز ويبيل ايفون ايوه تليفونين قاعد يشحنون بنفس الوقت حجمها راح يكون ممتاز الصراحة حق السفر يعني انا حبيت اني ابطلها الحين لان راح اسافر ان شاء الله بعد شم يوم كنت بياخذها معايا ما بغيت اني ابطلها بدون اصورها فحلوة الحركة فتقدر انت تستعملها تشذيه كمدالية وبنفس الوقت راح تقدر تستعمل السلك وتشحن تليفونين بنفس الوقت احنا من ناحية الارقام راح يكون 5000 ملي امبير مثل ما قلت لكم راح يدعم لك الشحن يوصل ياكل 13 واط ممتاز ريتد كباسيتي حطينا على 2800 حطب بالك هذا شيء ويكون في عندك زر واحد هنا عشان تعرف مستوى البطارية وهذه طالعنا بس انت تحتاج انك تحركها شوي بعدين ندزل لداخل وصير عندك بهذا الشكل علشان تقدر انك انت تشحن ولما تخلص ايوه يرجع من مكانه وهذه راح تكون مغطينها عشان ما تحاتي ان الراس يخترب خوش منتج احسن من هذا اللي لاحن ما يفاهم ليش موجود صراحة انا اسف مدري ليش موجود العموم اذا يازلك هذا المنتج الرابط ماله راح يكون موجود تحت ولا تنسى انك تشترك وتتفاعل كون هذه الفيديوهات قاعد تصيري بشكل يومي ابي عذر واحد الاشتراك ببلاش وتحصل محتوى يومي عذر واحد ليش ما تشترك اشترك وتوقع بس سمعنا على طالق سور سلامتكم تعيشون احمد بحركي فمالله الكريم اشتركوا في القناة